السلام عليكم لي مامو اتمنى تكونوا كلكم باخر وعلى خير مهم الفيديو نتاع اليوم شو عاد يكون متعلق بله بيبي أو الأطفال اللي كان استعملوا لهم الحفاظات أو كان ديرون لهم ليكوش الصراحة بزاف نتاع التصور كنشوف متلا كالقبزة نتاع الأمهات كي بارتاجوا التصور نتاع وليادتهم طايبين عندهم تصلوا خاص في القروبات كي يقلوا شنون نديروا لهم شوفوا على حال الرغم أن الحل ره هو بسيط وساهل ورخيص وموجود في كل بلاثة وأحسن حل وحل صحي ومفيد مهم يا البنات مهم بالنسبة للتصلخات متاع الأطفال دينا أو الحاجة السبب متاع التصلخات بزمتاع الحواج بزمتاع الأسباب ووحد السبب اللي هو عارفينه بزمتاع تقولك حقا ليكوش ما موافقوش حقا هاد الماركة هدي ما وفقاتوش لا ما عنده تشي علاقة ممكن يكون سبب الإهمال تصلخاتك يجيب سبب الإهمال وبسبب شي حاجة معينة لها فاش دركك ديالو ضراتو طيباتو صفي؟ هادا أما ليكوش ما عنده تشي علاقة إلا كنتي متبع وحد نادم لي هو أنك كترق بوليدك أو بنتك كتبذلو كتصديلو وبالأخص اللي كنتي كتديري هاد المونتج هادا اللي عادي نقول لك أنا أو هاد المادة هادا اللي عادي نقولها لك وكنتي كتدومي هالو معمر والدك ولا تلقاي فيه التصلخ أو الطيوبة هادي مهم تصلخات را ما كيكونش لايه في البلاسة متاع الحفظات را كيكون في في البيطان تيكون في العنيق كيدات تغالب اللي يصدد على تنيا فين ما عنده شي تنيا خصنا نراقبوها ونشوفوها ويعني نراقبو وليدك نهتمو بهم يعني نفليوهم كيف ما كيقولوا الناس نتاع الزمان بالنسبة لالبنات لهاد المادة وهاد المونتج را هو النشان تعذره النشان تعذره راه مفيد جدا وجدا يعني اللي وليدت والتصلخات وفرمشتين يعني في الظرف الساعات ممكن لا عنده شي تصلخات ممكن تمشي وممكن هاد النشان هذا دوميه دائما قاع الفترة اللي كيستعمل فيها ولدك الحفاظات دوميهالو بالنسبة للنشا كيني بزافة يقولون يقولون لي شنو هو النشا النشا البنات هو المايزينة عندنا في المغرب النشا هو المايزينة راه هو رخيص ومفيد وكن ديره في الحلويات كنديره في الكريم المايزينة راه كل شي عارفا المايزينة راكم عارفين كتشريو كارتون هادك شي لا قادي تمشي وتشريوه بوماضات وتشريوها كريمات وتشريوه بودرة نتاع الأطفال وما يقضي معاكم موالو راكم تشريوير هاد المايزينة هادي راها دقاب بطلع قالوا هالناس نتاع زمان ممكن البنات نشدو قريعة نتاع البودرة ونشدوها ونخوي فيها هاد المايزينة او او ممكن نشدو نديرو نسبة كبيرة نتاع المايزينة وشوية نتاع البودرة باش تضيف عليها شوية نتاع الرائحة اصلا المكون الرئيسين نتاع البودرة لأطفال هو نشا ولكن فاش كنحطه نشا فاش كنحطي ما الدخام يعني ما مضيف عليها تشي كيميائيات او روائح او حاجة كتكون الفعالية ديالها سريعة وزوينة بالنسبة لالأمهات اللي هاد يكونوا كيقلبوا لاشي حل سريع الفازلين ضروري فاش يكون شي تسلخ ليهو تسلخ يعني شو حاجة اللي هي واو هدي ندهنوا الفازلين دائما يكون عندنا فازلين طيب بي او خاص بالوليدات ندهنوا لهم الفازلين في ذيك البليصة ونرشوا عليه النشا راكم ما تصوروش المدن تاعتشافي يعني را ممكن في ذيك اللحظة تديريها تصبرو حتى ستاعتمش حاجة تحلي كحالك ونتي كتكذبي كحالك ونتي كتك تحلمي وضهر عظيم انا الصراحة را عندي جيش بنيتات بنتي اللولانية ما عمني ولا استغنيت على النشا دائما كان نرشولها دائما عندي الفازلين ونشا كان نرشولها دائما وعندي دبا بنيتة غدالها بنفس سيستيم صراحة ما عمني واضحة في الموش كنتع تصل لخات دائما كان نراقب البليصة متع التنيات العنية قليديدة كل بخيضات حتى بين الصبعان وبين الصبعات متع الرجلين وليدين كان نراقب كان نشوف في المكان كان نرشل نشا وتشوفوا النتيجة البنات رائعة جربوها دائما كان عودها لكم يكون عندنا نشا ويكون عندنا فازلين طيب بي باش نحمي وليدتنا متصل ودائما من الاهتمام ودائما خليوا وليدتكم هاكده يا فريش ودائما نقلبوا على الحل يكون بسيط وإفكاس يعني قال لي كتر عليكم الهدرة لو هديري هاد البومادة كتشي كتلقها بمية درهام يكين درهام هادي وكتجي ومكتدلكش مكتعتكش مفعول يعني شي مرس كتلقين المفعولي في الحواجة الرخاص لهم مبساطين وصفة البنات أنا بويت نشارك معكم هاد الفكرة كتبغى نشاركها معكم مش حال هادي ويلا هدا باجعت وقتها الصراحة وانتمنى البنات تكونوا استفدتوا وانتمنى البنات اللي عادي يجربوا هاد يجربوا هاد طريقة هادي مع وليداتهم يكتبوا لي في التعليق ويقولوا لي واش نجحات ولا ما نجحتش وبسلام عليكم إن شاء الله الفيديو حد آخر ترجمة نانسي قنقر